ايه اللي حصل في مصر يا على حاجة عادي مش اي تغيير مصر هي هي بقى لايجي خمسين سنة عادي يا جماع مش اي حاجة حصل بالعكس الموضوع اش جدا قوي خالص وبالذات في الصناعة احنا هنهزر طب اقولك حاجة لطيفة ما تيجي نتكلم في الموضوع على الصناعة نتكلم على تحديات اللي بتواجهنا نتكلم على الجهود نتكلم على الرؤية المستقبلية ونوصل الى حجم التغيير في المناطق الصناعية في مصر هتقول لي طيب وفين المواطن اقولك طبعا احنا هنسأل برضو هل ده فيه اثر على المواطن في كافة انحاء الجمهورية انا مش هجاوب شهادتي مجروحة عارفين زمان ابراهيم نصر الله ارحمه ما تيجو نشوف طيب ما تيجو نرحب بضفن العزيز دكتور محمد داغا والاستثمار بجامعة قناة السويس اهو ومعنا ايضا على التليفون مهندس علاء السقتي نائب رئيس اتحاد المستثمرين اهلا بحضراتكم اولا اهلا دكتور اهلا بش مهندس اهلا بك ازاي الحال طيب هبدأ الاول بانه ما فيش تغيير خالص حصل في مصر تعرف فيه نغمة كده تطلع لازم من وقت ايه التغيير ايه اللي حصل فيش حاجة بالعكس التغيير هو سنة الحياة طول ما احنا عايشين طول ما فيه تغيير حلو بس الواقع بتاع انه هل احنا بنتغير للافضل ولا محلك سر بالطبع احنا بنتغير للافضل والدليل على كده ان احنا لحد النهاردة الحمد لله دولة بتحقق معدلات نمو كويسة جدا في ظل توترات اقتصادية عالمية يمكن العالم ممرش بيها منذ سنوات طويلة ازمة او بيئة طحنت الدنيا كلها خلال سنتين دخلت علينا بعد كده الازمة الروسية الاوكرانية وعملت اللي عملته في الاقتصاديات بتاعة العالم كله ورغب من ذلك الحمد لله احنا دولة مستقرة بنلاقي احتياجاتنا الاساسية وغير الاساسية اتفرج على المطاعم والمحلات والشوارع هتلاقي مصر بخير جه التغيير موجود ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا دايما بننظر للافضل وبننظر ليه كم التحدي اللي موجود في الدولة المصرية سواء تحدي متعلق بالزيادة السكانية سواء تحدي متعلق بثقافة الاستهلاج بتاعة المواطن سواء تحدي بمتطلبات واحتياجات المواطنين في ظل طبعا قصور كبير جدا في سلاسل الامداد والتوريد حوالين العالم ورغب من كل ده الدولة بتسعى والدولة بتجتهد وبركة الشعب المصري ان شاء الله تكون موجودة في كده طب دكتور محمد حضرتكم كأساد ذات استثمار ورجال اقتصاد أكاديميين شايفين انه حصل تغيير في البنية الصناعية المصرية للأفضل؟ بالتأكيد احنا النهاردة بنتكلم على حوالي 114 منطقة صناعية في مصر يمكن الجزء الأكبر منها بيعني النصيب الأكبر موجود في القاهرة بحوالي تقريبا يعني 15% بنتكلم على تقريبا 18 منطقة صناعية يليها بعد كده الإسكندرية تقريبا النص تسع مناطق صناعية يليها بقى الحاجة الجميلة الأسيوت وباني سويف ويمكن بقول أسيوت بالذات لأنه وفقا لتقرير الدخل والإنفاق الأخير كانت محافظة أسيوت أكتر محافظة في مصر فيها نسبة فقر فده دليل على أنه الدولة بتفكر أن هي تعمل مجمعات صناعية ومناطق صناعية في المناطق الأكثر احتياجا لما بنلاقي محافظة فيها معدلات الفقر بشكل عالي جدا فبالتالي حضرتك محتاج توظف طاقات هذه المحافظة علشان تقدر توفر فرص عمل وعلشان تقدر تشغل الموارد اللي فيها وبالتالي الطبقة اللي هي موجودة تحت خط الفقر تقدر أنها تنطلق لأعلى وتعتمد على نفسها شيئا فشيئا عندنا مشكلة مش هنقول أن كل حاجة يعني وردية مشكلة التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية في مصر هتلاقي محافظات نصبها لا يتعدى منطقة أو اتنين بالكتير ومناطق مكتزة بالسكان يعني احنا مثلا عندنا محافظة أهلية أو عندنا المنوفية أو عندنا محافظات حدودية مثلا في جنوب سيناء عندنا أسوان والأقصر ومطروح لا يتعدى فيها المناطق أو المجمعات الصناعية منطقتين فهنا بقى لازم ننظر للتطوير لو احنا عايزين نتكلم على تطوير لازم ننظر للتكلفة اللي المواطن ممكن يتحملها نتيجة النقل والتخزين المرتبط بهذا النقل اللي احنا بنقول عليه علميا سلاسل الإمداد والتوريد فبالتالي حضرتك لازم تروح تنتقل وتأثر السلسلة كلما أمكان ذلك علشان ده ينعكس على المواطن في إتاحة السلع ليه بشكل سريع فيه تكلفة أن السلع دي بيكون مقصوص منها تكلفة النقل وتكلفة التخزين كلما أمكان ذلك فيه حتى أن المواطن ده ما يلجأش أنه يجي للمحافظات الكبيرة زي القاهرة على سبيل المثال واللاقي الاكتزاز الكبير في التكادس وما تحصلش هجرة داخلية وما تحصلش طبعا هجرة داخلية فده من أحد العوامل اللي بتخليك بسرعة عايز تتحرك في هذا الإطار والقيادة السياسية بتؤكد باستمرار على أنه إحنا جاهزين القطاع الخاص يتفضل يدخل وعندنا النسبة وصلت لحوالي 75% اتفضلوا بكل ما قطينا من قوة أن إحنا ندخل نعمل مجمعات صناعية لأنه أساس يوسف الصناعة هي النبض بتاع مصر عايز أقول لحضرتك أن الصناعة بتشارك بحوالي 17% من إجمال الناتج القومي الصناعة بتوفر ما يقرب من 15% من فرص العمل المفروض موجودة في مصر الصناعة بتحقق لك صادرات يمكن نسبتها من 60% إلى 65% من إجمال الصادرات بتاعتك كلها الصناعة بتحقق لك صادرات حوالي من 70% إلى 75% من الصادرات غير النفطية فأنت بتتكلم على قطاع هو الحياة بالنسبة للبلد أنت بتتكلم على قطاع لما حصلت أزمة كورونا والعالم كله حصل له شلل وتوقف والبلدان قفلت على بعضها لقيت أن سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالتصنيع أثرت على المواطن بشكل مبالغ فيه واللي احنا بنعاني منه النهاردة من ارتفاع أسعار لمستلزمات الإنتاج أو لمعدات وآلات وأشياء احنا بنستخدمها زي السيارات والإلكترونيات على سبيل المثال ده كان نتاج الأزمة اللي حصلت من سنتين احنا بنلاقي صادها النهاردة طيب السؤال بقى اللي يتقال ماذا لو كان لدى مصر قاعدة صناعية سواء بقى في مجال السيارات سواء كان في مجال الآلات والمعدات سواء كان في مجال الإلكترونيات سواء تصنيع زي ما كنت حضرتك بتتحدث مع الضيف الكريم من شوية عن أن احنا عايزين نعمل زيت الطعام عندنا في مصر يعني احنا عندنا العجز في زيت الطعام مصر لحوالي 97% بنستورده من برة فبالتالي أنت ما بقاش عندك رفاهية التصنيع ده أنت بقيت مجبر على هذا الأمر فتوجه الدولة النهاردة إلى أنك عايز تزود أو تعمق المنتج المحلي قدر الإمكان أنك عايز تقلل الفاتورة الاستراضية اللي ممكن تستنفذ منك العملة الصعبة قدر الإمكان أنك عايز تفتح مجمعات صناعية وتنشق مدن صناعية كاملة وانت في مصر 27 محافظة مهيئة لكده أنت لما جيت تعمل مدينة الأساس في ضمياط لما جيت تعمل مدينة البلاستيك في مرغم لما جيت تعمل المدينة النسجية في المينيا لما جيت تعمل مدينة الرخام اللي احنا بناخد فيه صدارة عالمية في العين السخنة لما جيت تعمل صناعة مهمة جدا في الروبيكي وعملت مدينة للدباغة والجلود مدن صناعية متخصصة على غرار ما يحدث في الصين وعلى غرار ما يحدث في اليابان انت بقى متجه انك عايز تعمل في صناعات كتيرة جدا واهمها طبعا الالكترونيات والصناعات النسجية والصناعات الدوائية فنعايز حماس من المستثمر بقى في هذه الحال هي الحكومة بتبزل جهود كبيرة جدا خلال الفترة الماضية ولكن تعال حضرتك حالا بنتكلم على اي نوع من المستثمرين هل هو مستثمر داخلي ام هو مستثمر خارجي لحد هذه اللحظة اللي شايل البلد المستثمر الداخلي وخلينا نكون صدقين مع نفسنا 85% من حجم التمول الموجه للمناطق الصناعية من الداخل وليس من الخارج طيب أنا هستأذر الحضرتك احنا معنا على التليفون الموندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين اهلا بيك باش موندس علاء اهلا اهلا ازاي الصحة كله تمام؟ الله يخليك تمام مصهرينك معلش احنا اسفين الله يخليك مش موندس علاء احنا كنا بنتكلم حالا مع دكتور محمد داغا استاذ التمويه والاستثمار بجامعة قناة السويس وبنتكلم على الصناعة في مصر ومستقبل الصناعة في مصر ودكتور محمد قال انه احنا عندنا حماس حقيقي من المستثمر المصري في مسألة الاستثمار في الانشطة الصناعية لكن هنا هسأل موندس علاء هقول له والله يا فندم ايه اكتر حاجة يرى المستثمرين انها تحديا او قد تكون عائقا امام المزيد من الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي اولا طبعا انا مش عايز اكرر الكلام اللي تقال قد كده ان انت عندك حاليا بيئة مهيئة للصناعة انت واقع العمر حلو وتتمثل طبعا نمر واحد في الطاقة انت الراجل النهاردة عندك طاقة زيادة يعني النهاردة في دول من ازمة الطاقة عن باقي بتطلع المصانع برا انت النهاردة قادر على استيعاد سواء المصانع اللي ممكن تيجي لك من برا او اي انشطة الصناعية ممكن تتعي وبالطبع عندك اراضي موجودة وان كانت غير مرفقة او موظمها غير مرفقة طيب الكلام كويس جدا طبعا لها من الولون ده عندك بيئة مهيئة والكلام ده كل طيب احنا ليه مخطناش خطوات فعلا قفى ذات بقى لان الفترة اللي فاتت كلها من اول 2019 و20 من اول 20 و12 الدنيا كانت فعلا ضبابية على مستوى العالم وكان عندك مشاكل وعند دين عالم كله مشاكل النهاردة بدأت قادر ساة تتكلم على الصناعة وعلى اهمية الصناعة وانا اعتقد ان دايما لما بقرأت الدولة بيتوجه ناحية تجاه معين بتلاقينا جهزة التنفيذية وهي دي النقطة هنا بقى نحط عليها خطة يعني بدأت تتاجه نفس التوجه مشكلة المستثمر هي مشكلة اجرائية يعني في المقام الاول ان الاجراءات فعلا طويلة وصعبة بتخلي ابن البلد اهو بيحاول ويكمل عشان عايز يشتغل وعايز ينتج وعايز يصنع المستثمر الاجنابي لما بيجي يلاقي فيه صعوبة في الاجراءات فعلا بيبقى فيها مشكلة هو ده اول نقطة انا شمجد نظارنا احنا كمستثمرين فيها ازم ان الاجراءات فيها تعقيد ولا الاجراءات طويلة اكتر مما يجب طويلة اكتر مما يجب ممكن يعني لو افترضنا انا مش عايز اوجه لك دماغك بس اذا افترضنا ان يوسف قرر يبقى مستثمر ويستثمر في مجال الصناعة وعندي دراست الجدوى وعندي الفكرة بتاعت المشروع وكل حاجة وعايز ابدأ النهاردة هاخد وقت قد ايه لحد ما اقدر ابقى معايا الرخصة في جيبي علشان ابدأ اركب المكان بتاعي وانتج طبعا هو سؤال ذكي بس في نفس الوقت سؤال اجابته متغيرة جدا يعني ما تقدرش تيجي النهاردة تقول والله انا هستلم الارضة نهاردة هطلع رخصة الانشاءات في خلال مثلا شهرين هبدأ ابني هبدأ اجيب المكان المراحل دي فيها ورقيات ممكن ورقة في النص توقفك او دعطلك فاللي عايز اقوله ان مجرد توجه يعني احنا فيه مؤتمر نهاية الشهر ده مؤتمر صناعي خلاص هنعرض فيه هذا الكلام ونقول والله احنا دلوقتي محتاجين نمرأ واحد تبسيط الاجراءات نمرأ اثنين المستوى التنفيذي يعني عندك المستوى العلوي في الدولة فعلا بيجري باسع ماك عندك بعد كده لما اقررت بتنزل على المستوى بقى الموظف او التنفيذي بيبقى عندك فيك مشاكل لازم يدرك الرجل اللي قاعد على مكتب ان المستثمر ده بالذات الصناعي خلاص هو ده اللي لازم فعلا نسهله كل عمور طبعا ده اساس طبعا نمرأ اثنين طبعا لاننا رئيس اتحاد المشاريع الصغيرة متوسطة فمعني جدا بالمشاريع الصغيرة متوسطة اللي هي بتمثل تسعين في المية من حجم الصناعة في مصر هو ده برضو محتاج دعم شديد الدعم اللي ما بنيه نتكلم عليه ما بيبقاش الدعم المادي خلاص تمت لنذيجة مبادرة محلولة بالزبط الريس بالخمسة في المية اه فدي عملت فكت مشكلة كبيرة كانت موجودة النقطة التانية اللي لازم تحصلوا سريعا هي المعلومة يعني ايه المعلومة يعني النهاردة لابد ان يبقى فيه بيان واضح وضقيق بما تستورد ما ينفعش النهاردة ان هذا البيان ما يبقاش واضح كدا ايه انا ببعروف خلاص انت كرجل مستثمر بحيث ان انا هاعرف ايه اللي انا بيتم استيراده وعليه ابدأ انا اشتغل كمستثمر في سد هذه الفجوة الاستيرادية لا انا هكمل لحضرتك نمرة واحد تبعارف ايه ما يتم استيراده نمرة اثنين لو احنا بنتكلم بقى انت عايز تعمل مهضة في المشارعات الصغيرة نمرة اثنين تعرف الناس يتعمل ازاي ينقطة في منتهى الأساسية نمرة ثلاثة توفر البيئة الجغرافية يعني احنا قمنا بزيارات كتيرة للمناطق المناطق الصغيرة على مستقل اسكتلندا والأردن والسي وهنا 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 النقطة انك تقدر توفر هزا الكلام وتوفر البيئة خد بالك المشارعات الصغيرة دي حاجة كده ايه بيبي صغير فعشان تقدر تخليه يجبر لازم توفر له بيئة ملائمة طيب هل اللي انا بقوله ده صعب لا مش صعب اذا الموضوع انا معاك انه مش صعب هو يحتاج ان احنا نفرده بعناية اذا صح التعبير انا سأذر حضرتك يا مش مهندس ده موضوع عايز له حلقة يعني تنورنا ما يبقاش بقى مجرد تليفون تنورنا ونقعد ناخدها واحدة واحدة ونقطة نقطة لعلها تبقى يعني ايه مجموعة من الافكار تسهم في مؤتمرنا الاقتصادي اللي بإذن الله يتم فيه اواخر هذا الشهر انا مشكورت جدا مش مهندس علاء كل شكر ليك المهندس علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين وارجع مرة تانية لدكتور محمد باغا دكتور باغا هتعزوني على دي الوقت بس ده انا عايز اكلمك فيها كمان قل لي احنا ممكن نرخص زي ما عمل الدول قريبة مننا ان احنا عندنا المشاكل دي بتنحصل في اربع حاجات مش هتخرج عنهم بالمناسبة احنا عندنا ترسال التشريعات وقوانين قديمة جدا وبالية يكفي ان انا اقول لحضرتك ان القانون المنظم للصناعة ما تغيرش من ستين سنة مع تغير العالم وتغير الجغرافيا وتغير السياسة وتغير حاجات كتير جدا من الستينات من الستينات لسه بنشتغل بهذا القانون فبالتالي اكيد هتلاقي تضارب مع العصر اللي انت عايش فيه ده رقم واحد رقم اتنين لازلنا بنعاني من ارتفاع التكلفة المتعلقة بالرسوم والترخيص ودي بتخلي جزء كبير جدا يحجم عن الاستثمار ويروح مكان تاني يشوف مكان تاني ارخص ودول من حوالينا فتحت هذا المجال وبقى فيها نوع من صناعة السيارات وقد حقها تالت ومتلت مع ان احنا المفروض اولى لان احنا عندنا الممرات المائية اللي تسمح لنا بان احنا ننفذ المضادة النقطة التالتة ودي نقطة في منتهى الاهمية ولازم ننظر لها في المؤتمر الاقتصاد القادم بعين الاعتبار تعدد جهات الولاية ان انا بلاقي مشروعات تبع المحافظات مشروعات تبع هيئة التنمية الصناعية مشروعات تبع هيئة الاستثمار مشروعات تبع وزارة الاسكان مشروعات يعني فيه تعددية كبيرة جدا للولاية على هذه المشروعات وبالتالي حداك بتلاقي عراقين وزي مالبش مهندس قال من شوية غياب المعلومة وتشتت هذه المعلومة على الولايات بتخلي ليك الروتين ضارب في موضوع الصناعة والتصنيع النقطة الاخيرة هي موضوع البنية التحتية والمرافق اي نعم الدولة بزلت جهود كبيرة جدا في موضوع تطوير الطرق وتطوير النقل وتطوير البنية التحتية وبنية المرافق بشكل عام ولكن لزالت إلى هذه اللحظة في ثغرات موجودة تهالك البنية التحتية وقد يكون مع تهالك البنية التحتية انه الاختيار للمنطقة نفسها اللي بيتم فيها المجمع الصناعي او المنطقة الصناعية لسه قدامها وقت كبير جدا عشان يحصل فيها تتوطين صناعي يعني ان الناس تروح لها ان الناس المشروعات تركن الى بعضها هناك فبالتالي دول اربع محاور اتمنى في المؤتمر الاقتصاد القادم يعني يتفردوا كده على المائدة وتقدر الحكومة مع القطاع الخاص ان هما يتوصلوا لرؤى مستقبلية ان احنا ازاي ممكن نحل تضرب التشريعات والقوانين وبالمناسبة يعني احنا مأثرناش طلعنا قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم عدد زيارة لمثل هذه الاجراءات لو صح الزرق او مثل هذه القوانين او اللوائح بالمناسبة يعني الصناعات دي اللي قامت بها دول يعني قامت بها دول عظمة صحيح مش مختلفية في حين ان 75 في الماء من حجم التمويل للمشروعات الكبيرة اللي هي ممكن تكون عندها فوقت مالية بس احنا طبعا كرجال تمويلة عارفين هي بتستخدمه ازاي طيب يعني موضوع الوفارات الضربية والكلام كده شهيرة في البداية اسمه الزيارة دي ما تتحسبش فالزيارة دي فعلا ما تتحسبش فاحنا لازم نتقابل تاني ان شاء الله وكأن ذلك وكأنها جلسات تحضيرية او ورش تحضيرية للمؤتمر الاقتصادي لعله يبقى على رأي الجامعة الانجليز كده فود فور ثوت لا بإذن الله الناس اللي هتشتغل في هذا المؤتمر واللي هتتكلم فيه وما يلازلك انا عندي امل حقيقي في ان احنا هنعدي هذه الامور هي الاولة اشكرك يا دكتور محمد بناخليك فعلا وشرفت بجد يعني ومعارفة خير زي ما بتقال انا سعيد جدا بالمقابلة وان كانت قصيرة بس انا منتظر مقابلات كتير كل الشكر دكتور محمد باغا استاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس الكلام اللي احنا بنقوله كان فيه ما هو مبشر جدا وكان فيه كمان توصيات بانه لا جماعة احنا عندنا مشكلة هنا ومشكلة هنا ومشكلة هنا يعني من الاخر ما بنقولكش الدنيا وردي على حاجة احنا عاوزين نشتغل هنشتغل ازاي؟ محلولة خد بالك الرئيس قال ايه؟ قالك وبإذن الله شهر شهرين بالكتير كل هذه المعوقات تنتهي قولوا امين خلصت الحلقة لحد كده لو كلنا العمر نتقبل بكرة ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات